الله بسم الله توكلت على 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 الحي الذي لا يموت وهو بيد الساروت ولا ردل شيئا يكون فيكون وهو على كل شيء قدير اللهم صلي عليك يا حبيب الله اللهم صلي عليك يا رسول الله اللهم صلي عليك يا حبيب الله ألف مرة حتى صرد السلام عليكم يا أخوتي يا أخوتاتي في كل مكان صغيرا وكبيرا داخل الوطن وخارج الوطن نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير واللي مريض الله يشافيه واللي قنطان الله يفرج عليه غاد نقدم لكم هاد دواء إن شاء الله يقدموا إن شاء الله الرحمن الرحيم الولدات واللي عندهم القمل فراسهم والولدين تقبل القمل فراسهم بعد وعيا أخاذ السلام ت獲ج ويطحنه أ Howard في يخيف ثوائد هذا هو عض النوار في فوائد الكثير من الصلاة يجيبوه و يطحنوه و يديروه مع مورد يديروه مع مورد وهذا مورد يديروه مع مورد يخلطوه و يجيبوه قرعة ديان السيطرة و يطحنوه و يديروه في هذه الرشاشة و يبقى يرشوه لهم في شعر ديانهم و يبقى تايومين و تلتية مخاسمة نفرسهم و يضرهم موالو إنه عض النوار و مورد ما يديروش الزيت ما يديروش الماء ما يديرو مورد و نتمنى الله يشافيهم و غادي يجيب نتيجة إن شاء الله ولكني قولوا لله يرحم الوالدين كنت طلب منكم اللي يدر هاد الدواء يرحم لي والدية هذا هو المطلوب و عود ثاني هاد عض النوار ما صالح شي غلعت الشي ره صالح الحويج خري فم اللي كيتلق الريحة اللي عنده فمو كيتلق الريحة يجيبوه و يديرو معا معا ما ورد النيس معا ما ورد يديرو معا ما ورد و يبقى يشلل فمو به بحل غادي يدير ديكتش ليلة ديال الطباب يعني ديال فرماسيان غادي يدير معا ورد و يدير عض نوار يشلل في الليل و يشلل مع الصبح و اردو و اردو علي الكلام يعني يكسبولي و يدعيو معايا هاد الشي اللي كان الهدف من هاد الشي بغينا غير دعوة الخير و ارحمة الوالدين الله يشافينا و يشافيكم و يرحمنا و يرحمكم هادي حبة حلاوة اخواتاتي هادي حبة حلاوة حبة حلاوة ما كتضر ما تخافوا منها إلا تضركم ولا شي حاجة هادي تقدروا تدروا هالوليدة الصغارين اللي ما كينعسوه شي في الليل كيبقوا يزق و كين هاد الوليدة الدبد كين مرضوا بالمصران كين مرضوا ديروها الطيب اما تحنوها و اخوه و عليها المطايم و اما تديروها تغسلوها و تديروها الطيب واحد خمستاشر دقيقة وتعطيهم ذيك الكويس يشربوه هاد الوليدة الصغارين و بالنسبة للناس الكبارين اللي عندهم الحساسية اللي عندهم الحساسية في الصدر عندهم الحساسية في الصدر خلطوا عليها و يطيبوها و يطيبوها و ينزدوا مع هاد واخور ان شاء الله الرحمن الرحيم و يطيبوها و يشربوا ذاك الكاس من الليل من الليل ولكن ما يشربوا مورها احتى حاجة ما يشربوا مورها احتى شي حاجة يديروها غهية يشربوها و ينعسو يطيبوها 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 بالاقل و حد سبعتاشر يوم بالاقل و حد سبعتاشر يوم يطيبوها و ان شاء الله غادي تجيب نتيجة و دي يكون فيها شفاء و رحمة الوليدات الصغار و الكبار و طبعا يكون الإنسان عنده النيا النيا و التقاف نفسه و الكامال على الله يكون عنده امال في الله و ان ستسمعوه بالعشوب كيف يضروا ايه هنبتفقى معكم أخوتي يقولوا العشوب كيف يضروا و لكن هنبتفقى معكم العشوب كيف يضر و كيف يضر و كيف ينفع هذا العشوب اللي نقدم لكم هراء ما يضروا لا في مصران ولا في مصران هدوه هذا هراء فيه شفاء و رحمة و أنا راني قدمت و دبا و اللي نقدمو لكم مرة اخرى ان شاء الله موسيقى وكيذيرو الرابوز ورقم كيسمعوني كيسمعوني هادي الناس رقم كيسمعوني كنتمنوا بالله يوجبوني يدخلوا ويديرولكم بلا ركاين هاد الشي ودرتوا حيط لهم الرابوز وجاب الله الشيفة إن الشيفة بيد selfies كيانقولها ونعاودها الشيفة بيد sven الب العالمين أنا ما عندي تقدير والشيفة ما عن ضرب sage أنا ما عندي تقدير والشيفة ما عن ضرب mics هو الشافي من غير صدر بالعزيز نضيف معه عرق السوس نضيف معه عرق السوس نضيف معه عرق السوس نضيف معه عرق السوس ويستعملوا بسيطة مصر سوف يصلح لكم مصر سوف يصلح لكم كل شيء سوف يفيدكم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله الرحمن الرحيم ونتمنى تقوموا بسيطة وتجربة وسوف ينفعكم بإذن الله ونتمنى من الله نكون خفيفة على قلوبكم ونتمنى من الله تقولوا لي الله يرحمي الوالدي كنت طلب منكم وانتم ما كنت سمعوني اللي اسمع لهذا الفيديو ديالي يرحم لي عليه الوالدي هذا الشي اللي بغيه هذا هو المطلب بغيه أرحمة والدية اللي يولدوني وارضاوا عليا